بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين في هذه الآية الله تبارك وتعالى يبين القسم الثالث من الناس وهم المنافقون فهؤلاء يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر ولكن هذا لا يتعدى شفاههم هذا قول باللفظ فقط وما هم بمؤمنين حقيقة فلا يعملون أعمال المؤمنين طبعا هؤلاء قلوبهم تعرف الحقيقة متيقنين بحقائق الإيمان ولكن عدهم حالة من اللجاج والعناد لذا يبقون مذبذبين القسم الثالث بين المؤمنين وبين الكفار وهؤلاء المنافقون كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله مثل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله اللي نزل في ذمهم كثير من الآيات الكريمة وظهر نفاقهم في مواضع عديدة وخاصة عند نصب أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم للخلافة والإمامة طبعا هذه الحالة حالة النفاق مستمرة في الدين إلى يومنا هذا وسيستمر إلى يوم القيامة هؤلاء يتظاهرون بالإيمان وما هم بمؤمنين بل متواطئين على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى صحابته الأخيار فبلفظهم يقولون آمنا بالله ولكن هؤلاء شنوه مو مؤمنين أصلا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يعني يعملون عمل المخادع اللي ظاهره يخالف باطنه ظاهرهم الإيمان وباطنهم الكوفر فهؤلاء يفعلون مع الله تعالى فعل المخادع اللي يريد الخديعة فيظهر اللي ما يريده ويريد اللي ما يظهره ظاهرهم الإيمان باطنهم الكوفر يخادعون الله ويخادعون الذين آمنوا يتظاهرون أمامهم خلاف ما يضمرونه خلاف ما في داخله ولكن هل تنقلي هذه الخدعة على الله وعلى المؤمنين كلا الله تبارك وتعالى يعلم بالنوايا والنوايا ستنتشف للمؤمنين عاجلا أو آجلا فلا ينخدع بهم أحد وخدعتهم تعود إليهم وما يخدعون إلا أنفسهم ليش هذا يرجع لهم لأن يجري عليهم أحكام المؤمنين في الظاهر ولكن في السر وفي الآخرة ما يشتركون مع المؤمنين فنتيجة الخدع ترجع إليهم فهم في الواقع مخدوعون وإن ظنوا أنهم خادعون وما يشعرون ما يفهمون أنهم ديخدعون أنفسهم لأنهم إذا كانوا يشعرون بأنهم ديخدعون أنفسهم لم يرتكبوا هذا العمل لم يقدموا على ما ظنوه خدعة لغيرهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون هذا تشبيه للإنحراف عن الهدى بالإنسان المريض المنحرف عن الصحة قلبه المنافق ملتوي نفسه المنافق معوجه متريد الاستقامة ففي قلبهم مرض هذا مثل الإنسان المريض فزادهم الله مرضا لأن نزول الآيات القرآنية والمعجزات اللي كانوا يشوفوها من الرسول صلى الله عليه وآله هذا كله كان يسبب زيادة انحرافهم القلبي لإنكارهم ولعنادهم ولتركهم العمل بمقتضاء الإيمان اللفظي اللي كان عندهم فهذا سبب أن يزيدوا في التوائهم ولا يسلط النور عليهم في قلوبهم مرض مرض النفاق مرض الشاك لأن قلوبهم كانت تغلي ضد النبي صلى الله عليه وآله وضد أهل البيت عليهم أبضل الصلاة والسلام وضد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تغلي قلوبهم حقدا وحسدا وغيظا وحنقا فزادهم الله مرضا بحيث تاهت قلوبهم ولهم عذاب أليم يعني مؤلم عذاب مؤلم يصل إلى أعلى درجات الألم شنو سبب هذا العذاب الأليم بما كانوا يكذبون خالف ظاهرهم باطنهم هذه المخالفة نوع من أنواع الكذب كلامهم الإيمان مطابق للواقع فقولهم الله واحد الشهادة بالتوحيد والشهادة بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله هذا واقع الله واحد والرسول صلى الله عليه وآله رسوله هذا حق ولكن هذا إخبارهم عن إيمانهم وفي الواقع مؤمنين هذا كذبوا بأنهم مؤمنون نسأل الله تبارك وتعالى أن يبعدنا عن شرورهم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين نسأل الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى